أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام غرفة الأخبار مستمرة بمواضيعها المختلفة التي تواكب الحدث لحظة بلحظة إذن في هذا الجزء سنتحدث مشاهدين الكرام عن سيناريو الجفاف الذي يقترب يوما في يوم لتدقى الجزائر نقوص الخطر للتحرك سريعا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيل زراعية وفلاحية مطارية وعليه لجأت الحكومة الاعتمادي الري التكملي قبل موعده المحدد من كل سنة لكن هل سيغطي هذا الري التكملي كل المساحات والمحاصيل الزراعية الموجودة وهل إنقاذ بعض المحاصيل لا يزال قائما وفي ظل التغير المناخي الذي يعرفه العالم ككل ما هي السياسات والأليات الناجعة الواجب باتخاذها من أجل تلاف الحديث عن شح الأمطار في كل موسم وهل ستكون الفلاحة في ظل الوضع الحالي بديلا يعول عليه لاستخلاف اقتصادي الريع موضوع المشاهدين الكرام مناقشه رفقة ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد بديس المهندس الفلاحي أهلا بك أهلا بك أهلا بسهلا وشكرا على الاستضافة شكرا لك على تلبية الدعوة قبل أن نبدأ ونستفيد في هذا الموضوع لباس مشاهدين الكرام أن نستعرض هذا التقرير من إعداد الزميل يسين بن جاب حول شح الأمطار والانطلاق في عملية الريع التكميلي تشهد مختلف ولاية الوطن تأخرا في تساقط الأمطار الأمر الذي دفع بالعديد من الفلاحين للجوء إلى السقي التكميلي لحماية الموسم الفلاحي لهذا العام خمسة آلاف هكتار موزع على أربعة محيطات مسقية هي المساحة التي استطعت المصالح الفلاحية بولاية البويرا تدعيمها بخاصية الرشي تكميلي جاءتنا تعليمات من عند الوزارة فيما يخص حتى كذلك جاءتنا تعليمات من عند المحط الوطني للسقي أننا نعلرت سلسلس يدريك تهلي السريال قضينا بعض الاحتياطات ودنا حمنة تحسيسية لحث الفلاحين على السقي التكميلي الشروع في عملية الريع التكميلي بسهل الأصنام مبكرا عن طريق استغلال مياه ست الازديث جنب المزروعة المطرية سيما الحبوب جنبها التلف هنا نحن في البلاطو الأصنام كما رأيكم تشوفوا نحن بدنا الإرغاثين على السريال لذلك من فبوري الفلاحين مازالوا يجووا يجووا يشوفوا إلى يومنا هذا الحقنا الحقنا ثلثم وخمس وسبعين أكتار سوف يتسخيضرون ونسبر ونسبر بلك منا لفن لفن دو موان نحقو سينسان سيسسان أكتار أقالك سمانة هذه فيها الغيث برب إن شاء الله وهنا لازم نسقوها أكثر بسك المحصول الزراعي راح يتلف وفي انتظار تعميم خاصية الرشي تكميلي كبديل في ظل تغير المناخ في الجزائر تبقى الأمطار نعمة الرحمن على الأرض وعلى الإنسان هذا المشاهدين الكرام أستاذ محمد بديل استمعنا لهذا التقرير من إعداد الزميل ياسين بونقاب العينة كانت من ولاية البويرة الفلاحين بدأوا في عملية الرية التكميلي لكن قبل أن نتحدث عن الرية التكميلي خلينا نطرح أو نجيب على أهم سؤال يطرح المواطن اليوم هل دخلنا مرحلة الجفاف؟ هل اليوم سيناريو الجفاف أصبح واقعا؟ يقول لك فات ديسمبر فات جونفي فات فيفري ورانا على أبواب مارسق بعد ساعات قليلة وهناك شحف الأمطار في مختلف ولاية الوطن سيناريو الجفاف قائم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحييك على اختيارك هذا الموضوع الحساس في هذه المرحلة الحساسة شكرا هذا يدفعني أن نتكلم على مصطلح الجفاف من خلال دورتنا في ربوع الجزال الحبيبة كنا نلتقي بالفلاحين وكنا نتكلم عن نحن في موسف الجفاف خلال فيفري كنا نتكلم عن مرحلة القلق ولم نكن نتكلم على مرحلة الخطر ولكن لابد أن نكون صرحا نحن الآن في مرحلة الخطر لكن لابد الجفاف حاليا يخضع إلى معيارين لابد أن نتكلم وفق معطايا تعلمية المعيار الأول الجفاف هو المعيار الجغرافي لأنه تزداد شدة الخطر كلما ابتعدنا من الشمال من الشمال إلى المناطق الداخلية المعيار الثاني حتى نتكلم على الجفاف هو معيار تقني هناك فرق ما بين البذر المبكر والبذر المتأخر البذر المبكر يقاوم البذر المتأخر يعاني وأيضا الشق الثاني من الجانب التقني حتى نتكلم على الجفاف هو المعيار التقني وهو الذي تكلمنا عنه كثيرا وتكلمنا عنه مختصون في الجزائر وهي احتيار الاحترام المسار التقني والمعايير التقنية من أجل تحذير التربوة خاصة في الحبوب أنا لن أمر على هذه النقطة مرور الكرام سوف نتوقف عند نقطة العامل الجغرافي بالنسبة للجفاف كلما ابتعدنا من الشمال وصلنا للمدن الداخلية والمدن الجنوبية نسبة الهطولة والأمطار تقل وهذه معروفة ربما منذ سنوات لكن الآن المطر متوقف يعني هل تختارف التدابير في الشمال وفي مدن الداخل وفي الجنوب مع مجابهة الجفاف وسيناريو الجفاف؟ لإجابة على السؤال دعني أبدأ من بداية أخرى الجفاف حسب الإختصائيين عندما نتكلم على الجفاف لابد أن نصنف الجفاف هناك جفاف مناخي نحن الآن في فترة الجناف المناخي الجفاف المناخي عندما تقل الأمطار عن مستوياتها العادية في الأشهر التي عهدنا في هذا سوق التمطي جفاف مناخي ولكن الأخطر من هذا والذي ربما سنقبل عليه في حالة ما إذا كان مرضينا موسم جف هو الجفاف الهيدرولوجي أو ما يمكن تفسيره بنقص مستوى احتياط المياه على مستوى السدود على مستوى الأبار على مستوى المياه الجوفية الصحرية نحن أيضا بس نكون في الصورة نتكلم لحد الساعة على جفاف مناخي أنه كمية الأمطار التي عيدناها أن تتساقط هي بعيدة كل البعد عن مستويات ومعدلات الأشهر خاصة فيما يخص شهرين جونفي وفيفري تأثيرها بطبيعة الحال أن المناخ يختلف من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية ونسبة الرطوبة تختلف ونسبة التبخر أيضا ما زادتنا بالله؟ بل لا في غياب الأمطار هناك ارتفاع غير معهود في درجة الحرارة مما تسبب في عملية تبخر كبيرة وبالتالي فإن المناطق الداخلية هي التي تعاني بدرجة أكبر من المناطق الساحلية المناطق الساحلية معروفة بالرطوبة إلى غيرها نعم حتى أن المناطق الساحلية أحيانا تكون هناك أكثر من أمطار وتكون نتيجة عكسية خاصة في مناطق عناب وطرف وهذا ما شاهدناه في السنوات وإن تكون في السنوات معطيرة إذن حاليا قلنا الجانب التقني خلينا نتوقف في الجانب التقني حتى أن الجانب التقني لفت انتباهي ربما الجواب بتاعك أنه كما نقوله الزرع البدري ولا البكري والزرع المازوز نحضرها باللغة العامية يعني الأول يقاوم الثاني ما يقاوم ربما هناك قد يطرح إشكال لو ربما اعتمدنا الجميع أو الفلاحين اعتمدوا على الزرع المبكر هل سيتم ضمان ربما المحاصيل الزراعية طوال السنة؟ البعض نحن نعرفه الفلاحين أنهم يلجئوا ربما إلى زرعين مختلفين باش المنتوج يكون متواصل دائما بطبيعة الحال قلناها ويقولها كل المختصين أن الفلاحة ليست علوم دقيقة وتختلف حسب السنوات وحسب المناطق هناك ظروف مناخية وظروف ترابية تختلف من منطقتنا الأخرى والمعمول به والسايد هو أن يكون هناك زراعة مبكرة وزراعة متأخرة زراعة مبكرة لأننا سنستفيد من كيمية الأمطار المتساقطة ابتداء من شهر سبتمبر ولكن مشكلتها قد مرهونة أيضا بالأمطار في شهر أفضيل وأيضا نسبة درجة حرارة ومسما بالجليد الذي قد يؤثر سلبا أيضا هو بصفة عامة لابد أن يكون النوعين من البذر لأننا السنوات تختلف وبالتالي حتى نكون في الوسط إن اعتمدنا ربما على نوع واحد وجهة الجليد كما قلت إلى غير ذلك ربما هل ما حصل سوف تهد وأحيانا نحن مجبارون غير مخيرون لنذهب إلى البذر المتأخذ لأن هناك سوابق زراعية مثلا في المناطق عندما كان زراعة البطاطة المتأخذة نحن ننتظر جن محصول البطاطة حتى وبالتالي نحن مجبارون من ناحية الظروف المناخية ومن ناحية السابق زراعية أننا نذهب إلى البذر المتأخذ لا يمكن للأخصين يقولوا أن البذر المتأخر هو الذي يناسب الجزائر أو البذر المبكر هو الذي يناسب الجزائر ولكن المعمول به هو أن نحاول أن نوازن بين البذر المبكر والبذر المتأخر حتى في السنوات التي تكون فيها شحف الأمطار في شهر أفريل لأنه سنصل إلى هذا شحف الأمطار في بداية الموسم يقلق ولكن في الجزائر ما يقلق أيضا هو شحف الأمطار في مرحلة أفريل ويمكن أن نتكلم لماذا بدات في مرحلة أفريل وماذا بدات في هذه المرحلة تتحدثت وعطيتنا السياق للسؤال الثاني أنه الآن وصلنا مرحلة الخطر صراحة من ناحية الجغرافية أو من ناحية التقنية كما شرحت وتحدثت عن ربما المشكلة الكبيرة التي تعاني منه الجزائر هو شح الأمطار في هذه الفترة فترة مارس أبريل إلى غير ذلك مشكلة آخر أيضا تعاني منه الجزائر نذرة المياه والاحتياطات في السدود الجزائرية في عديد من ولاية الوطن عدنا تجار في سنتين 2014 و2016 إلى غيرها لما كان هناك شح للأمطار السدود جلها ربما فقدت نسب كبيرة من الاحتياطات ومن المخزون من المياه ربما يعني اليوم رانا مرهونين باحتياطات فارغة أصلا وشح للأمطار مشكلة مشكلين وسما دعني أشخص الأمور بدقة النقطة الأولى حتى وهو ما نتمناه نطلب من الله عز وجل أن يغيثنا حتى ولو وصلت الأمطار بإذن الله ستصل لابد أن نكون وضحين أننا سننقذ الموسم الفلاحي لأن نكون العارفين والأخصائين وسأتكلم بعض لكن هنا في سيناريو هين؟ رح لي في السيناريو الأول سوف نتحدث عن السيناريو الثاني حتى وإن وصلت الأمطار وبإذن الله وحسب كل معطاية ونأمن في الله أن يغيثنا في الساعات المقبلة لابد أن نكون صراحة كل العارفين وكل التقنيين يعرفون بأن المردود في زراعة الحبوب يعتمد على ثلاث معايير أساسية عدد السنبولات في المتر مربع وعدد الحبوب في السنبولات وأيضا وزن الألف بذرة الانطلاقة لم تكن جيدة لأننا في مرحلة ونكنا نحتاج الماء لأن نحصل على أكبر عدد من السنابل في المتر مربع والعامل الأساسي الذي يحدد عدد السنابل في المتر مربع في المرحلة البداية وفي مرحلة الإشطاء من بين العوامل هو عامل الماء وعامل التغذية الأزوتية الماء كانوا غير موجودة وبالتالي فقدنا هناك نقص في العام الأولى يعني باش نقدرها بالعامية أن السبولة ولا جينات وحدة أو لازوج في بلاس ثلاثة أو أربعة عدد السبولات في المتر مربع يحتاج الماء باش يكون اثنين يكون ثلاثة يكون أربعة لأنه في غياب الماء نهضر بالمستلح في المستلحين السبولات طلعتها وحدة وبالتالي عدد السنابل في المتر مربع اللي هو أول عامل سيحدد الإنتاج قد ضرب يعني حتى إذا هطلت الأمطار يعني على الأقل نصوفيوا هذي كسبولة نصوفيوا هذك المنتوج لكن ما نطمعوش أنه يكون منتوج ولا عامل حكي ما يقولوا الفلاحي سوف لابد أن نتكلم خيطة بالصراحة الموسم من الفلاحي حتى وين هطلت الأمطار ونتمنى أيضا أن تكون هناك أمطار غازيرة في شهر أفريل الذي يواكب المرحلة الحالبية اللبنية وامتلاء الحبة والسنبولة حتى يكون موسما قد يكون متوسطا لكن انطلاق من هذه المعطيات لا يمكن أن نتكلم عن سنة استثنائية جميلة سنصل إلى كمية الماء المشكلة في الجزائر هو أن الأخصائي منذ سنوات نحن نعيش في عالم لسنا معزولين عن العالم التغييرات المناخية والاحتباس الحراري يسبب تغيير في المناخ ولقد لاحظناه في سنوات الأخيرة قبل هذه السنوات في سنوات السبعينات كان الكل ينادي ولكن يمكن أن نرجع إلى تاريخ أو عدد السود في الجزائر وتاريخ بناء السود في الجزائر قبل الفترة الاستعمارية كان يوجد في الجزائر ما يقارب حوالي 10 إلى 15 سد من الستينات إلى السبعينات حتى لنهاية الثامنة الوتيرة التي سارت عليها بناء السدود لم تكن بالسرعة المطلوبة عكس الجيران وصلنا بعد السنوات بعد شهدنا سنوات عجاف فهمنا بللابد من العمل الأساسي هو أن ثروة المائية ثروة المائية وأن نكثف من قدرة تخزين الماء في الجزائر أنا في استغلال في إنجاز السدود ولكن لم تكن بالواتذة المواصلة أيضا هناك خطوة السدود اليوم موجودة السدود موجودة لكن كان من المفروض أن تكون أكثر والسؤال الذي طرح نفسه هذه السدود هل هي مستغلة استغلال عقليا حتى أنه نقطة نفتح القوس باش من بعدوش على الموضوع جل السدود الموجودة اليوم طمرتها الأوحال يعني أنا أعرف سد أو سدين نسبة كبيرة من هذا السد ربما نسبة 60 إلى 70% كله عبارة عن أوحال وحتى عملية تنقية هذه السدود تتطلب أموال باهظة وباهظة جدا يعني حتى أن السدود الموجودة منعولوش عليها أنها ربما تعطينا خزان كبير للميال حتى في هذه السدود برغم مشاكلها إلا أنها يمكن أن تكون جزءا من الحال النقطة الثانية أن المياه الموجودة في السدود لابد أن تستغلها استغلال عقلانيا من خلال استعمال وسائل ري تحافظ على الماء هنا شفنا أن هذا الإباراج للسدود دائما عندها مفتوحة للقنوات تحها ودائما تمر يقول لك من أجل أن الفلاحيين يسقيوا لكن أغلب المياه تروحها كذلك بدون فايدة سأعود إلى مضوع الحبوب ثم نعود إلى مضوع الحبوب الحبوب نتكلم عن رأي تكميلي الحبوب هي بصفة عما أنا ما دخلتش في الرأي تكميلي هي بصفة عما هي زراعة مطارية وفي غياب شح الأمطار نقوم في بعض المراحل المعينة من المصار التقنية لابد أن نجلب كمية من الماء حتى يكون تأثيرها إيجابيا على المرضو المشكلة هنا أو ربما لافت هذه المرة أنه هذه الرأي تكميلي جاء قبل أوانو هذه السنة ربما هي ملفة بداية من مارس إلى أبريل إلى غير ذلك ليست هناك معايير تاريخية بالنسبة للرأي التكميلي هناك مراحل فيزيولوجية بالنسبة للنبات الرأي التكميلي يتم حسب المراحل فيزيولوجية النبات هناك عموما أربعة مراحل لابد من وجود الماء لكي يتم تكوين النبات بصفة عما إذا كان زرعنا ومدة 15 يوم ما كاشل الماء حتى تكون هناك إنلوفي حتى يكون إنتاجي لابد أن نقوم برأي تكميلي أولي في المرحلة الثانية في مرحلة الإشطاء للطلاج حتى نعطي فرصة كبيرة لعدد السنبولات في المتر مربع إن كان هناك غياب للأمطار لابد أن نقوم برأي تكميلي في مرحلة تكوين السنبولة أيضا حتى نعطي فرصة لتكوين عدد لكن هنا نحن في مرحلة الاستيطالة وفي مرحلة السنبولة على حسب المناطق الجغرافية في مرحلة السنبولة ولكن أيضا المرحلة المهمة التي تطلب كميات كبيرة لما هي أول بداية الماتوريتي وجود الثامرة ثامرة داخل الشرعج لأن مرحلة ما يعرف وتغني بها مرحلة الحالي باللبني تحتاج إلى كمية كبيرة الماء لأن الماء هو الذي يقوم بنقل المخزنات من الورقة بعد التركيب اليخضوري إلى الحبة ونرجع إلى وزن ألف حبة لأنه عندما تم تليل الحبة امتلاء جيدا هذا أيضا عاملا يحسن من المردود في زراعة الحب تعالي جلنا على كلامك والتعقيب على كلامك قلت أنه تحتاج إلى كميات أمطار كبيرة هناك أيضا سيناريوهات أستاذ محمد بديس أنه في حال إذا أمطرنا إن شاء الله مطر خير في حال أنه كانت الكميات كبيرة هل هناك سيناريو أنها تأثر بالسلب على المنتوج؟ أنا إنسان يقف وكثين عند المصطلحات كبيرة مقارنة بالدورة الفيزيولوجية للحبوب عموما بصفة عامة حتى 300 ميليلت يمكننا إنتاج حبوب المشكلة في المياه ليست الكمية بل التوزيع أحيانا لدينا سنوات من الناحية المطرية ومن ناحية التساطين جيدة ولكن تأثيرها على المردود ليست تأثير إيجابي إذن هناك الكمية وهناك التوزيع أحيانا هناك كمية ماء ولكن في المرحلة الحساسة التي يحتاج إليها يحتاج النبات الماء غير موجود وبالتالي يضطرنا إلى أننا نقوم بعملية أرضي التكميلي في حالة وجود الأمطار وهو ما نتمناه هناك يمكن أن تكون عواقب أخرى ما نضطرش أننا نسقي ولكن في حالة وجود أمطار وهو ما نتمناه وأنه يمكن أن تكون عندنا مشاكل أخرى خاصة فيما يتعلق بالسحة النباتية ووجود الأمراض الفطرية التي يمكن أن تشاء في حالة وجود رطوبة عالية نرجع إلى الرأي التكميلي اليوم هل هذا الرأي التكميلي نستطيع أن نغطيه به كل الزراعات المطارية الموجودة عندنا تابعنا ولايات خاصة مليونين ثلاث ملايين إلى غيرها من المساحات المائية من أجل تغطية العجل الموجود في هذه الزراعات المطارية هذا الرأي هل نستطيع اليوم أنه ينقذ كل محاصيل أم أنه بنسب المساحة المخصصة للحب الشتوية في الجزائي تقدر بحاولة من ثلاثة إلى ثلاثة فاصل خمسة مليون هكتار في السنة ما يمكن سقيه بعيد جدا عن هذه الكميات أولا حتى نكون عقلانيا ثلاثة فاصل خمسة مليون هكتار بالنسبة للحب الشتوية ليست كلها ذات قدرة عالية المناطق ذات القدرة العالية يمكن حصلها في حاولة واحد فاصل خمسة مليون هكتار تكلمنا كثيرا وهنا أعود أيضا إلى قضية الإحصائيات الإحصائيات حاليا في الجزائر بصفة عامة وأيضا في الوسط الفلاحي الذي لا يشهد عن القاعدة الإحصائيات ليست مضبوطة بدقة وكل يمكنه أن يقدم رقم أولا كنا تكلمنا وقد نعود إلى البرامج الفلاحية والصراعية في الجزائر كنا في سنة 2013 كان لدينا برنامج للوصول إلى ألفين هكتار مسقية أين نحن من الزوج مليوني هكتار مسقية أين نحن من هذا الزقم كنا نتكلم وكنا في نهاية 2019 نصل إلى ستمائة ألف هكتار حسب الأخصائيين وبعض الناس الذين التقلتهم نحن لا نتعدى حوالي ثمائة هكتار مسقية في الحبوب إذن هنا قضية أننا نقوم بسيادة سيادة 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 لكن في بعض المحطات لا بد أن نقوم بعملية حوصلة إلى أين وصلنا هل وصلنا إلى ستمائة ألف هذه بالدرجة الأولى إن وصلنا فذلك شيء جيد إذن نصل لماذا نصل وما هي المعويقات وما هي الحلول لكي نصل إلى المبتغة إذن بصفة عما نحن بعيدنا جدا عن حتى في التقرير البويرة منطقة نعرفها جيدين حوالي حوالي ستين ألف هكتار ونتكلم أن نقلك في نهاية الشارع ممكن أن نصل خمسمائة هكتار خمسمائة هكتار مقارنة بستين ألف هكتار هي تحصيل حاصلة بالتالي لنتكلم خطب الصراحة المساحات التي يمكن سقياه في الجزائر ما زالت بعيدة لأن هناك عدة عوامل يمكن أن نتكلم عليها فيما بعد طيب خلينا نروح لهذه العوامل ربما باش دايما نكونوا منهجين في الترح باش تسلسل أفكارك لما نتحدث على مليونين واتحدث الحكومة على مليونين بعدين كما قلت نسبة ضئيلة جدا هل اليوم نقدر نقوله أن التقصير هو ربما أن ما وفرناش الظروف حتى تكون عندنا زراعة جيدة حتى تكون عندنا فلاحة جيدة بعدين ما نقولوش أنه الموسم ما فيهش ولا آه لا غالب جاءت شح الأمطار احنا أصلا موجدناش سيناريوهات ولا موجدناش ربما أنفسنا من قبل الملاحظة العامة في الوسط الفلاحي أنه عندما نموذ بأزمات عندما تكون لدينا سنوات صعبة مثل هذه السنة نتكلم عن البدائل وعن الحلول وماذا يجب أن نفعله ولكن بمجرد أن تكون السنوات جميلة وبمجرد أن تكون لدينا بحبوحة مالية يصبح الوسط الفلاحي والقطاع الفلاحي في الدرجة الثانية الثانية تكلمنا هناك لا يمكن أن نكون سلبيا على جميع المشتريات هناك أمور وهناك خطوات تقدمنا بها لكنها تبقى غير كافية الهدف الأساسي المرحلة الأساسية هي التشخيص المرحلة ماذا فعلنا وما هي الأسباب التي منعتنا من الوصول هذه المرحلة وهذا التشخيص والحديث عن هذه السياسات المعتمدة وإن أردنا صراحة أن نرقى بالفلاحة لتكون رافض اقتصادي وعاول عليه في المستقبل بعد الاقتصاد الريع سنتحدث عنها كلها لكن مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكل من التحق بين اللحظة مشاهدين الكرام نحن نناقش موضوع شبح الجفاف الذي يهدد المحاصيل الزراعية في الجزائر وهل يمكن إنقاذه ما يمكن إنقاذه نتحدث رفقة الأستاذ محمد بديس المهندس الفلاحي تحدثنا في الجزء الأول عن الريع التكميلي وربما الفائدة منه وهل هناك ربما أمال لإنقاذ الموسم الفلاحي أو الزراعي الحالي أستاذنا تحدث أيضا ربما الريع التكميلي معتمد في المدن الداخلية ومدن الساحلية الآن الزراعات في الجنوب تعتمد على الريع المحوري هذا الريع المحوري اليوم فيه إيجابيات وفيه سلبيات لو نعدد إيجابياته وسلبياته سيما أنه يعتمد دائما على المياه الجوفية شكرا جزيلا نقطة جد حساسة تمنين أن تكون الضغف مهيئة في الشمال حتى لا نفتضع إلى ذهب إلى الجنوب ولكن ما دمناه هناك في الجنوب الجنوب هي مناطق تحتوي على إمكانيتها إلى في المجال الزراعي الإشكال الأول والذي طرحه كل الأخصائيين فيما يتخلص بسكوية هي عبارة عن مياه جوفية ستيران بعيدة هل هي مياه متجددة؟ وإن كانت إذا كنت مياه متجددة أليس من الأفضل أنه حسن قدرتنا في الشمال قبل الذهاب إلى الجنوب؟ إذ كانت مياه غير متجددة وكانت لنا إمكانيات أنه حسن الإنتاج الزراعي في الشمال ونحن نذهب لنهدر قدرتنا فإننا سنرى مستقبل الأشياء القادمة الخطر الثاني أنه هل ترى هناك دراسات لاختيار نوع الزراع التي يمكن أن نقوم بها في هذه المناطق؟ يعني لما نروح للجنوب معليش نزرعه في الجنوب لكن ربما بعض المنتوجات لما تطلبش مياه كثيرة؟ بطبيعة حالي أنه نسبة المياه الجوفية تقل من سنائل الأخرى وبالتالي لابد أن نستعمل استعمال العقلية لهذه المياه الخطر قبل نصل هذا الخطر لو يمكن استعمال أيضا غير العقلية للمدخلات الزراعية لتسبب في تلوث هذه المياه الجوفية وهذه أيضا نحتاج لحساسة لأنه مضطرون لاستعمال أسمدة ومستعمال مبيدات زراعية إلى خيره هذه الأمور يمكن أن تلوث المياه الجوفية في المنطقة أيضا لابد دائما أقولها عدوها العامل البشري لابد أن أخذه في الاعتبار لابد أن نقوم بدرسات لنبين هل ترى من الضروري أن نترك الشمال بمقدراتها والنذب إلى الجنوب إذا كانت ضرورة واحد مياه لابد أن نقوم باختيار الزراعات التي يمكن أن يكون استهلاك الماء لا يكون بصفة غير عقلانية لأن الكثير من الناس يتساولون حاليا في المناطق الجنوبية في الزراعة الكبرى وفي الزراعة الرش المحوري نقوم بزراعة الحبوب وبعد الحبوب نقوم بزراعة الزرورة والحبوب والذورة كلاهما يستهلك كمية كبيرة من الماء أيضا لابد أن نكون عقلانين ونتكلم بلغة الأرقام هل مردود الحبوب تحت الرش محوري في المناطق الجنوبية اعتمادا على ما يصرف اعتمادا على الاستثمارات أسكولوروتوس يستسمو يعني هنا في هذه النقطة باش نفهم وأن الزراعة التي تعتمد على الرئي المحوري في الجنوب ربما تتطلب أموال كبيرة بطبيعة الحال هي استثمارات كبرى البيفو الرش المحوري الطاقة لأننا في بعض المناطق نستعمل الطاقة باش نمشي للبيفو لأن البيفو يمشي بطاقة باش يجبد الماء نستعمل أسبيدات نستعمل مبيدات بما أن نعامل الماء متوفر حتى إصلاح طربة بما أن نعامل الماء متوفر فإننا نستعمل لماكسيموم ديزانترا حتى الأخصيين يقولون أنه تحتر الشمي الحواري كل فلاح ما يجيبش على أقل سبعين فما فوق هنا العائد على الاستثمار يطرح سؤال كبير أيضا هذا يمكن أن نتكلم عنه لكن هذه النقطة مهمة أستاذ محمد لأنه اليوم عندنا التوجه تابعنا ربما أنه هناك توجه اليوم من أجل ترقيات الفلاحة في المناطق الجنوبية لما نتحدثوا أنه الاستثمار ربما ره قيس قيس بالعامية يعني ماكسرح تجني أرباح منه ولا فائدة كبيرة هل توجه نحو الجنوب هل هو أمر صحي هل هو أمر إيجابي أم أنه نستطيع نذهب للجنوب لكن وفق شروط معينة وفق استراتيجية تخليه ينجح دعني أستعمل بعض المصطلحات لربما ستكون قاسية لنجح نصحر المتيجة بحتى نذب لأنه متيجة الصحراء علينا أن ندرس قدرة الشمال ونقوم بكل ما يجب قيام بهم الشمال لا يختلف إثنين أن قدرة الفلاحة في الجنوب هي قدرة هائلة لكن النقطة الأساسية التي لابد أن يجتمع عليها الجميع هو أن المياه الجوفية أغلب الناس يقولون أنها مياه غير متجيدة إذن في هذه المناطق لابد أن نكون حذرين أن نستعمل استعمال عقلي من المياه وأن نقوم بدراسة جدوى لمختلف الزراعات التي يمكن أن يكون عندها يعني ليس لأستثمار ليس لأي زراعة عن دراها وليس لأي حاجة عن دراها لأن بعض الزراعات إذا كانت تستهلك كمياة كبيرة لربما في نفس المناطق وفي الجنوب إذا تخلنا زراعات أخرى زراعة البقلية الجافة مثلا لتستهلك كمياة أقل من الماء وعيدها الاقتصادية على الفلاح وعلى البلد كبير جدا إذن إن كان حتميا سنذهب ولكن لابد أن نذهب بعقلانية يعني يجب أن تكون استراتيجية تكاملية بين مختلف القطاعات ليس فقط الفلاح بطبيعة الحال لابد أن تكون في هذه المناطق وفي جميع المناطق لابد أن نصل إليها إذا كان الوقت ما دامناش وأنه لابد أن نتكثف جهود الجميع القطاعات لأنه في كل مرة هنا ربما زيدوا نفتحوا قوس في كل مرة يتحدث الفلاح ويتحدث ربما المسؤول ويتحدث أنه لدينا قطاعات أو لدينا منتجات غائبة وقليلة جدا في الجزائر ولدينا دائما فائض في بعض المنتجات لما نتحدث مثلا عن الحمضيات يصل بعض الأحيان لا يقدروا حتى يسوقوها نتكلموا مثلا عن البطاطا التي رأي تعرف كساد أنا نعرف فلاحين شخصيا نقول لك رأي مرمية في المبردات وبدأت تخمج وبدأت تكذا وما أعطونا فيها سومة ما لدينا كيفاش نسوقوها الآن هناك حديث دائما على التنسيق في الزراعة أو في الفلاحة ربما هذه الولاية تزرع تماطم هذه بطاطا متى سيكون هذا التنسيق هذا ما نصبه لي وما تكلمنا عنها كثيرا وأتمنى أن نصل إليه هو أنه لا بد أن يكون التنسيق كبير من جميع الفاعلين في الوسط الاقتصادي بصفة عامة هناك مناطق مختصة في بعض المنتجات فإن كانت خلنا عليها منتجة واحدة أخرى فإننا سنبذل استثمارات إضافية إلى آخره ونضيع في غنان عنهم لكن لابد أن ننطلق من المنطلق الأولو وهو العنصر البشري العنصر البشري هو الفلاح ولكن مع الفلاح هناك مرافقين ومع الفلاك هناك مهندسين المعادلة الأساسية أو الضقم الأساسي في المعادلة هو المهندس الفلاحي المهندسين الفلاحيين مهمشون حيارة متعبون المهندسون الفلاحون لنستشهدهم عندما نقوم بمختلف سياسات زراعية ثم نطلب منهم أن يطبقوا السياسات الزراعية إذن المهندس هو عنصر فعال في المعادلة الجامعة والبحث العلمي هو عنصر معادلة المشكلة أن البحث العلمي والجامعة غائبة غيابا شبها كله بين قوسين معزولة لا بد أن يكون البحث العلمي هو إجابة لمختلف المشاكل متطلبة العلم الشغل ومتطلبة ربما المشاكل المطروحة في كل قطعة وخاصة بما أننا في وصل الفلاحي لا بد أن الجامعة تجيب على انشغلات القطاع الفلاحي على مختلف أنه يبدو تحليل والتشخيص لمختلف المشاكل الموجودة في القطاع السياسي وبالتالي أننا نقدم حلولها الفلاح ناحية الأصابة والإحيار إحباط لعندما أرى بعض المذكرات تخرج في الجامعة هي مذكرات كلاسيكية تتكلم عن بعض الموضع التي أكل عليها الدهر وشيء وبكولي كما نعرف ربما اليوم في العالم أصبحت لدينا الزراعة الرقمية والفلاحة الرقمية استوراد هذه التقنيات تقنيات سواء في الرأي سواء على مدار السنة في طوال عمر المنتوجة الفلاحي هل ربما يدعنا أن نرفع من قدرات تخزين المياه لا نستهلكش كثير من المياه ربما اليوم تأخرنا باش نروح لرقمنة مختلف القطاعات لكن نستطيع ربما ببعض الإمكانيات والتقنيات البسيطة أن نوفر هذا المشكل دائما مشكلة المياه أن ننقله من هذا الاستهلال بالعلم تتقدم العمر وكل ما تكلمت عليه من خلال مختلف تكنولوجيا الجديدة هو مستعمل في مختلف بلدان العالم وحتى من طرف جيرانه أصبح بديه وتأثيرته إيجابية جدا على المحاصيل وعلى المضدد وعلى تطور فلاحة نحن نعيش مع زون العالم نحن نسيره في هذا التوجه لكن في بعض داخلين نقولها وبصراحة في بعض القطاعات سنعيش مع زولي ما زلنا بدائيين في بعض الأمور وبتاريقة ربما فاتونا معظم الدول الإفريقية الإشكال في الوسط الفلاحي وهناك طابوهات لابد أن نكسرها حتى نمر إلى مرحلة الرقمنا بما أننا متخلفون على ذلك لابد أن نستفيد من خبارات الأجنبية ليس من العيب أن يكون هناك تبادل بين الخبارات بين الجزائر وبين الدول التي كان لها سبق في هذا المجال هناك العديد من الدول الإفريقية والعربية ذهبت في هذا المنح وقد كانت عند اتفاقية مع بعض البلدان المتقدمة في هذا المجال واستفادوا من الخبرة ومن التكوين بالنسبة للإطارات والفلاحين في بلدانها وبعد سنوات ذهب المستثمر الأجنب وبقي أبناء البلد يملكون التكنولوجيا ويملكون الأكسبرتيز لكي يستويدوا المستثمرات الفلاحية إذن الرقمنا للديجيطال فارمينغ هي مرحلة لابد أن نمر إليها لابد أن نمر إليها بسرعة ولكن بما أننا سجلنا تأخرا في هذا الموضوع لابد حتى نربح بعض الوقت أن نمر إلى مرحلة تبدل الخبارات مع المختصين ومع بعض الدول التي كان لها بعطاول في هذا المجال طيب ربما نعود دائما إلى مشكلة المياه يعني لما نتحدث في الفلاحة والزراعة دائما نرجع إلى نقطة الماء كما قلت لدينا مشاكل متعددة في المياه اليوم من أجل أن نرفع من قدرات التخزين بيش ربما من سنوش في كل مرة سيناريو شح الأمطار ما هي الأليات التي يجب اتخاذها؟ شكرا على السؤال وهذه قضية لا طالما ذكرناها ونتمنى هذه المضاء أن تصل إلى أذن سرية أولا لابد أن نكمل حملة بناء السودود في مختلف المناطق وعندما نتكلم عن السودود وندخل عن الإمكانية تخزين الماء مش يشط ندير بارش تحت 960 مليون متر مكعب ليرتوني يكون حتى تلك المشاريع الصغيرة التي يمكن خلالها النسقي 10-15 أكتار يمكن أن تكون نافعة ونذهبها في هذا المنحة وما يسمى بسيات السقي الجواري أيضا هناك متطلبات أخرى أنا راطي على كل حال كانت لدينا إمكانية أن نذهب في واحد المجال كان قد يساعدنا نسيبه اليوم وتحلية مياه البحر كان من المفروض أن كل ولاية وحللنا مشاكل العاصمة وحللنا كل شيء كان من المفروض أن في وقت البحر محمالية أن كل ولاية ساحلية تكون عندها مشروع مشروع لتحلية مياه البحر على الأقل حتى تستجيب لمتطلبة الشرب بالساكينة وتدع مياه حتى سدود توجه للرأي توجه للرأي مباشرة هناك أيضا نقطة أخرى يمكن أن نستغيلها في هذا المجال وهو معالجة مياه الصرف الصحي وهناك بلدان كبيرة تستعمل هذه التقنية ويمكنها أن تحلنا مشاكل عديدة فضيعوا المياه في الجزائر خارج قطاع الفلاحة كبير جدا اللفاج وحسقي الحدائق والطرقات وضيع المياه كله يذهب يمكن أن نستغيلها هو تبذير ربما عامل نشترك فيه جميعا إنسان تلقى يخسل طموبيل ومعلا بلش حال يضيع من المياه بطبيعة هذه المياه يمكن أن نستغلها عن طريق محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعملها في الفلاحة يمكن أن يكون لها باع طويل أيضا نقطة أخرى وأيضا لابد أن ندعم ندعم شبكات الضي التي تقتصد في البياه بالدرجة الأولى لابد أن نمر إلى سياسة ضيب التنقيد ويمكن أن نذهب إلى مرحلة أكثر من هذا وهو الضي الذكي الذي يعتمد على بعض التقنيات الإعلام الآلي ربما اليوم هذا السؤال تحدثنا عنه في الجزء الأول لكن لم نجيب خلته للأخير اليوم الدولة أو الحكومة تعول على الفلاحة أن تكون رافض من الروافض الاقتصادية المعاول عليها بعيدا عن قطاع المحروقات نتحدث عن الفلاحة السياحة لغيرها من القطاعات لكن ربما الفلاحة تأخذ هذه الأولوية في ظل هذا الواقع بازلنا نتحدث عن مشاكل بازلنا نتحدث ربما عن البدائية في الفلاحة والزراع إلى غيرها من الأمور كيف يمكن تصحيح مصار قطاع الفلاحة كي يكون رافضا اقتصاديا جديدا يعود عليه اتفق معك اتفاقا كليا أنه من بين الميادين القطاعات التي يمكن أن تغنينا أو تأخذ الركب فيما يخص المحروقات هي بالدرجة الأولى الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة سأتكلم عن الفلاحة لأنها هي الأقرب إلى هذا الهدف لكن لا بد أن نهيئ أنفسنا أننا ربما فرص عديدة هناك الحالي شيء يجب أن هناك ديناميكية كبيرة في القطاع الفلاحي كل يشتغل في موقعه من أجل تحسين حتى أننا شفنا شباب مبتكرين بدأوا ربما يديروا بعض الأليات للغي لغير ذلك مهم جدا في جميع المجالات وفي جميع حتى تصل إلى الهدف لا بد أن يكون الهدف له معطيات لا يكون الهدف بائن يكون مبين في الوقت والإمكانيات إلى آخره حتى أن نروحوا بأهداف ربما بسيطة سأصل إليها الهدف الثاني هو العامل البشري لا بد أن يكون العامل البشري هو المعادلة الضائسية لكي نصير الأدف وهنا ربما في هذه النقطة ما نفوتهاش أستاذ محمد أنت خبرتك كمهندس في الفلاحة أكيد أنك لقيت فلاحين يخلينا نقوله بالعامية يخدموا بالغالط كينا الناس ربما ما تحبش تتعلم ناس ما هيش مكونة إلى غير ذلك تكوين الفلاحة أيضا مهم سأشطرك الرأي مئة بالمئة أولا لكي تكون الفلاح يجب أن هناك مهندس يحمل كل الكفاءات وكل معه الجزائر تسخر بكيمية كبيرة من المهندسين الإشكال في الجزائر منذ بداية منذ الاستقلال أن كل السياسات الزراعية يقوم بها ويؤسسها أناس من خارج الإطار من خارج الإطار الزراعي ثم يطلب من المهندس الزراعي أن يطبق السياسات الزراعية غير أنه في المردان الأخرى المتفوقة في المجال الفلاحي فإن المهندس الزراعي هو الذي يرسم ويخطط الزراعات الاستراتيجية ثم يطلب يد العوني من الباقي إذن لابد أن نقري بالمعابد وأن نعطي المهندس الزراعي المكان الذي يستعقف الجزائر المهندس الزراعي رغم كل المراقعات رغم كل الناقعيس في الجزائر إلا أنه أبلى بلاء حسنا الشيء الذي يتحقق خلال السنوات الآخرة نقدر نقوله كائن جزء متعلق بالسياسات الزراعية ولكن الجزء الأكبر مشكورين محمودين هون مهندسين الزراعي الذين يصلون أطراف الجزائر ويقفون مع الفلاحي في الزراع ويفيدونها بكل التقنيات الجديدة التي تمكنه من تحسين المردود الفلاحين من أصعب الأشياء هو تغيير الذهنيات في البداية هناك مقاومة يقول لك أنا طريقة هذه وردت عن بابا عن جدي هذا هو المطاعة في الأمل ويقولون الموالفة خدم التالفة وهي عقلية الفلاح في جامعة أسقاء العالم ليست خاصة بالجزائر ولكن الفلاح بيصيح في جامعة أسقاء العالم هذه عقليةه ولكن الحمد لله بفرح حنكة المهندسين الزراعين بالنتائج ربما أيضا بالنتائج الملموسة لأن الفلاح يامن بالشيء الملموس والشيء اللي يشوفوه والشيء اللي يلملموس لمن بعده وليه محسوس إذن عندما نقوم ببعض التجارب التبيانية الميدانية التي يقوم بها المهندسون في المؤافية في المعاهد الوطنية مشكورين وأيضا المهندسين لدى المتعامل الاقتصادي الخواص حققوا نتائج وبالتالي عندما رأى الفلاح القيمة المضافة في هذه التقنية الجزء فاصبح يتبنها هناك حتى نصل بالقطاع الفلاحي إلى المشتوى المرجوة ربما نستطيع في مرحلة مقبلة سنتكلم عن قضية الاستيراد التصدير عفوا والتصدير أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا عن عملية التصدير الفائد لأن التصدير هو ليس عمل ارتجالي فوضي لحظي آني حتى الاكتفاء ما هوش مضمون ما نقدرش نغطيه كل ولاية خلينا نكفي احتياجات الجزءين بالدرجة الأولى وبعدين نخمم في التصدير لأن التصدير هي مهنة هي مهنة تخضع إلى معايير ومقاييس وليست تصدير عقلية تصدير الفائد وضع نقطة وأعود إلى السطر وبالتالي إذن بالنسبة المستقبل أيضا لابد أن نرشد استعمال ماء باستعمال تقنيات التي يمكن أن تخلينا نحتفظ على الماء ونستعمله في زراعة الحبوب ولأيضا أيضا لدينا زراعة أخرى من غير الحبوب هي زراعة استراتيجية في الجزائر طيب ربما سؤال أخير سقط منه الآن المواطن الجزائري كما الفلاح ربما المواطن ينظر إلى مشكلة شح الأمطار والمحاصيل الزراعية بنظرة والفلاح بنظرة لكنها هي نظرة اقتصادية في الأخير الفلاح يقول لك أن الموسم مش رح يجيب إلى غير ذلك يعني مش رح خلينا نقوله أتعابه مش رح ينال مقابل مادي لكن المواطن الآن بدأ بالتساؤل رانا مقبلينا على شهر رمضان إن شاء الله ليس بقالوش بزاف نعرفه في هذا الشهر غالاء في الأسعار فما بالك اليوم عندنا الشح في الأمطار إلى غير ذلك يعني رح يكون أثر مباشرة على الأسعار تأثير الجفاف على بعض الزراعات بنسبة للحبوب سنشهده رغم نتمنى إن شاء الله بيغيثنا سنشهده لربما موسما متوسطا بعد قدوم الأمطار لكن هناك بعض بعض الاختصاصات الفلاحية وبعض الزراعات تأثير الجفاف عليها سيأتي عبر سنوات بالنسبة مثلا عندما نخرج من زراعات الحبوب يقولنا إن شاء الله نتمنى أن يكون الغيث ويكون الموسم متوسط لأنه أحد عوام الإنتاج قد ضرب لكن عندما نخرج من زراعات أخرى بصفة عماية مسقية زراعة البطاطا زراعة الطماطم إلى آخره لحد الآن هناك نسبة كمية من ماء ما كنتشتغل لربما وحتى أنه غلاء مثلا مادة الطماطم اليوم في الأسواق اللي عمرها ما طاحت تحت 12.000 إلى غير ذلك مرهونا بهذا الشي لأنه مكاشر الفلاحين اللي يخدمون طماطم بزيار بسبب المياه هناك جزء من الحقيقة في هذا ولكن هناك جزء آخر أنه أحيانا أنه الطماطم تخرج من عند الفلاح بسعر ولكنها تصل إلى السوق بسعر مغايد والمتهم الأول هو الفلاح ولكن هناك سلسلة كبيرة وهنا أيضا حديث أيضا عن تنظيم السوق حتى نقوم بضبط الأسعار ذلك الضبط السوق حتى نقوم بضبط الأسعار بصفة عامة بصفة عامة لن يكون هناك طبيعيا طبيعيا وعقلانيا لن يكون هناك تذبذب كبير في الأسعار لأنه تأثير الجفاف على باقي الزراعات من غير الحبوب لن يظهر في السنة في هذا الموسم ولكن تعاقبت وانقص مستوى يعني أنها جاية جاية يعني ما هيش في الموسم إذا كان شهدنا تسقطت مطاريا وعودة الأمطار وارتفاع مستوى السدود وارتفاع مستوى المياه الجوفية والآبار فإننا لن نشرع القاعدة في السنوات القادمة وسنزع نفس المساحة وهذا اللي حبينا نختم به هذه الحصة ربما متفائل أنه سننقض هذا الموسم أنا متفائل شاهدنا السنين عجاف ولكن كانت النتيجة مقبولة وأملي في الله كبير أن يغيثنا في الأيام المقبلة وأن ننقض الموسم ونحقق نتائج إيجابية أستاذ محمد بديس المهندس الفلاحي شكرا لك على هذه المشاركة وهذه التوضيحات التقنية ألقينا مشاهدين في كل مكان هذا الجزء من غرفة الأخبار تم ألقاكم في نشرة الواحدة وبعدها يلقاكم الزميل محمد سلطاني دائما في غرفة الأخبار سلام الله عليكم شكرا لكم